مرحبا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي اليوم القضية راح تكون محيرة صارت بشهر الخامس سنة 2023 يعني قبل كم شهر مستحيل تتخيلون انها قصة حقيقية صارت في بالي اندونوسيا لحبيبين من الصين فاذا تدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم تابع فيديو النهاية اول شخصية راح تكلم عنها هو لي تشيمين من الصين بعمر 25 سنة عائلة لي كانت عائلة طبيعية لا كانوا اثرية ولا فقراء كانوا عائلة من المستوى المتوسط لكن لي راح يكون ثري ترك المدرسة وهو بعمر صغير وبدأ يعمل وبعدها بالصدفة تعرف على العملات المشفرة الي هي البيتكوين وغيرها وغيرها وصار مليونيار وهو بدون شهادة وصافي ثروته 500 مليون دولار بس تقريبا الناس كانت تشك بيه ومن مصدر امواله لان بسنة 2022 لي نشر احصائيات ارباحه من العملات المشفرة هذه الاحصائيات كانت فقط لسنة 2017 اللي هو نشرها على الستوري على صفحته على السوشيل ميديا الناس شافت هذه الاحصائيات من المفترض هذه الاحصائيات تكون كوسيلة تشجيعية لمتابعيه انه هو مكان يمتلك اي شيء وفجأة صار ثري بسبب العملات المشفرة فيعني بسنة 2017 لي مكان ثري ولا كان مليونيار كان شخص عادي عنده فلوس فالناس بدأوا يبحثون شافوا ان هو بسنة 2017 كان ينشر صور لفنادق رحلات سياراته كان عنده اكثر من سيارة روز رايز فاذا هو عنده كل هذه الفلوس اشلون على حسابه بالاحصائيات مكتوب ان هو مكان يربح فلهذا السبب الناس بدأوا يركزون واعتقده ان هو متورط بعمليات غسيل الاموال لان حرفيا هو جمع ثروة هائلة خلال سنوات بسيطة وانت لحتى تبدي التداول بالعملات المشفرة وتسوي صفقات والتاجر بيها لازم عندك فلوس اصلا من البداية بس عائلته عادية بالنسبة لحياة لي الخاصة فهو كان عنده حبيبة باسم رح سميها باسم جيا بعمر 22 سنة ما نعرف شي عن حياتهم مع بعض حياتهم الخاصة بس نعرف انهم زوجيا مثاليين من ناحية كل شي حتى من ناحية الشكل الاشخاص اللي يعرفونهم يحسون انهم من المشاهير بسبب جمالهم وجاذبيتهم وعدهم استايلهم الخاص اللي يشبه مشاهير الصين جيا طالبة جامعية كانت لظيفة محبوبة عندها مجموعة ضخمة من الاصدقاء وتحب ان هي تسولف وتحب ان هي تتواصل مع الكل ما كان عندها اي شخص يكرهها بالاضافة لكل هذا فهي كانت تحب توثق حياتها على السوشال ميديا بعد تعرف لي وجيا على بعض بدأوا يتواعدون بسنة 2021 حسب الصور اللي كانت تنشرهم لي فكان من الواضح ان هما مستمتعين وكانوا يحبون بعض وما كان بينهم اي مشاكل ولي كان يأخذ جيا لعدة دول معاه مثل تايلاند اندونسيا كامبوديا ماليزيا ويشتري لها كل شي براندات وتصاميم عالمية وتصور فيديوهات بسيارته الروز رايز وباقي سياراته ويطلعون مع اصدقائهم وعوائلهم علاقة جيا ولي كانت علاقة جدية وكانوا يفكرون بالزواج بسنة 2023 من المفترض بهذه السنة جيا رح تتخرج من الجامعة فلهذا السبب لي قرر انه يهديها هدية تخرجها وهذه الهدية رح تكون اقامة خمس ايام بفندق في اندونسيا بالتحديد بالي ومن المفترض انهم يتوجهون الى بالي بنهاية الشهر الرابع بالبداية حجزوا بفندق معين اتوجهوا الى هذا الفندق وباتوا تقريبا لليلة او لليلسيان لكن لسبب مجهول غيروا الفندق وتوجهوا الى فندق ثاني الفندق اللي اتوجهوا عليه هو فندق انتر كونتيننتل اذا داقول الاسم غلط مشوها فهو كان عبارة عن منتجع فاخر الليلة الواحدة 300 دولار يحتوي على شاطئ خاص للضيوف والموظفين وغرفة نوم ضخمة كل شي تحتاجه موجود حتى طبيب خدمات مجالسة الاطفال ومربية وخدمات التنظيف الجاف ومنتجع صحي عالمي المستوى وست حمامات سباحة تقدر تختار اي وحدة بيهم كل يوم وتسبح بيها وملاعب تنس ودروس يوغا فمقارنة بالاشياء اللي قدمها سعر هذا الفندق كان مناسب 300 دولار بالليلة فلهذا السبب الناس من عدة دول كانوا يتوجهون الى هذا الفندق ويقيمون به بس امن هذا الفندق كان جدا سيء الحراس كانوا واقفين كأنهم تماثيل سيارات تدخل اشخاص عشوائيين يدخلون ما كانوا يتفقدون هويتهم ولا كانوا يسألوهم هل انت مقيم او ضيف ممكن اي شخص يدخل والحراس يبتسمو له ويتركوه وفعلا تسجيلات كاميرات المراقبة اظهرت يوم 30 ابريل سنة 2023 الساعة الثامنة مساء جيا وصلت الى الفندق لوحدها وحجزت غرفة باسمها بالطابق الثاني وصعدت الغرفة لوحدها وبعد خمس ساعات وصل لي ودخل الفندق وجلس انتظرها بالاستراحة هي نزلت تكلموا لدقائق وبعدها اخذته ودخلوا للغرفة مع بعض وبعد 45 دقيقة ليخرج من الغرفة الساعة 12 و50 دقيقة وبعدها رجع خلال دقائق قليلة الساعة الواحدة و17 دقيقة طلب خدمة الغرف وسلموهم الأكل وبعدها ولا شخص دخل ولا خرج من الغرفة حسب كاميرات المراقبة الساعة السادسة و43 دقيقة الفندق ودوء الكل نايم فجأة احد المقيمين اللي كان بالطابق الثاني نفس الطابق مع جيا ولي بدأ يسمع أصوات غريبة صوت أنين مكتوم كأنه شخص يتألم المقيم حسب الخوف بدأ يركز هل هذه الأصوات من داخل غرفتي؟ هل هذه أصوات موجودة معايا؟ شو الموضوع؟ بعدها بدأ يركز أكثر وأكثر وعرف أنه مصدر هذا الصوت من الممر أمام غرفته بعدها أخذ هاتفه مش هل الباب باب غرفته فتح الباب بهذا الشكل بدأ ينظر شو الموضوع؟ شو هذي الأصوات؟ لكن ما شاف ولا شي رجع خطوة حاول أنه يسد الباب سمع صوت الأنين أكثر من المرة السابقة بما أنه فاتح الباب فكان من السهول أنه يسمع الصوت فعرف أنه هذا الصوت من الممر بس الشي اللي رعبه أكثر واللي حسسه بخوف مطبيعي هو سماعه لأصوات ثانية سمع صوت احتكاك على الأرض كأنما الشخص قاعد يسحب شي خشن على الأرض المقيم حس أكو شي غريب ومخيف قفل باب غرفته واستخدم هاتف الفندق واتصل على الريسبشن قاله قاعد أسمع صوت غريب صوت أنين شخص كأنه مصاب وأصوات غريبة ثانية وغلق الهاتف الموظف بعد استلام هذه الشكوى نغلق الهاتف مهتم وراء عشرين دقيقة استخدم المصعد توجه إلى الطابق الثاني فتح المصعد نظر يمين يسار ولا شي صوت أنين ما قاعد يسمع أي شي فتوجه باتجاه الممر وهنا شاف شي مرعب بنهاية الممار تقريبا شاف جسد شاب ملقى على الأرض ممدد ميت بدون ملابس جسمه مغطى بالإضافة لكل هذا تم طعنه لأكثر من مرة بكامل أجزاء جسمه على الأرض كان شكلها غريب تخيلوا أن هذا الباب هو هذا جسده كان عبارة عن شريط بين جسده وبين الباب يعني كأنما شخص سحابه أو هو الزحف إلى هذا المكان وخرج من الغرفة الغرفة اللي كان موجود بيها برقم 4223 لما فتحوا باب الغرفة ودخلوا إلى الغرفة اتفاجأوا بجسد شخص ثاني جسد امرأة ميتة بحوض الاستحمام هذه الامرأة كانت بدون ملابس وبجامتها كانت مربوطة حواليا عنقها وبجانبها زجاجة كحول نصفها كان فاضي فمن الواضح أن هذه الامرأة كانت مستمتعة بوقتها تشرب بحول وكانت مسترخية وفجأة شخص قتلها وهي بداخل حوض الاستحمام الشرطة بسرعة وصلت وتم تأمين موقع الجريمة ومحققيا الطب الشرعي وصلوا وبدأوا يجمعون الأدلة والشرطة بدأت تتعرف على الضحايا وأكيد اتضح أنهم لي وجية بالنسبة لي أغراضهم فكلها براندات غالية ساعة روليكس حقائب مجوهرات متهم سرقت ولا شيء كل شيء كان موجود بالغرفة الشيء الوحيد الغريب اللي كان موجود بالغرفة هي زجاجة كحول مكسورة وكانت تحتوي على الماء وكانت متناثرة على الأرض وعلى الحائط تم سؤال الموظفين ليش أخذتوا وقت طويل لحتى تصعدون إلى الطابق الثاني وتتحققون من الأصوات والشكوى اللي وصلتكم حسب كلام الموظف أنهما لما استلموا الشكوى من المقيم وبدأ يتكلم معهم أنه هو يسمع أصوات غريبة وصوت أنين فتوقعوا أن هذا الأنين صادر من شخص متأذي وقع على الأرض فهم كانوا يبحثون عن كرسي متحرك بهذه العشرين دقيقة لغاية ما عثروا على كرسي متحرك وبعدها الصعدوا إلى الطابق الثاني بديهيا أنهما لازم يعرفون الحالة شنو هذا الصوت هل هذا الشخص متعرض لاختناق هل هذا الشخص متعرض لشي حرج مو بكل الحالات إحنا نحتاج كرسي متحرك بس هما أول شيء جاء ببالهم كرسي متحرك ولا كلفوا نفسهم ولا حاولوا أن هما يشوفون كاميرات المراقبة لما اتصل واشتكه فهما أصلاً ما يعرفون شنو اللي كان صاير بالممر وإذا هما بهذا الوقت كلفوا نفسهم وشافوا كاميرات المراقبة كانوا رح يشوفون لي وهو ممدد ويطلب المساعدة تم نقل لي وجية من مسرح الجريمة وطلعت نتائج الطب الشرعي أول شي جية ما كان عندها أي جروح عميقة كل الجروح اللي كانت بجسدها هي جروح بسيطة يعني كأنها ما خدوش سطحية وكانت تعاني من كدمات متعددة على إيدها اليمنى وركبتها اليمنى والجانب الأيمن من جبهتها وهذه الكدمات كانت بسبب أداة غير حادة كأنه هذا الشخص كان يضربها كان يحاول أنه يسيطر عليها كان يحاول أنه يأذيها لكن بدون ما يقتلها من خلال هذه الضربات واتضح أن السبب وفاتها هو الخنق والغرق جزئيا بسبب الخنق وجزئيا بسبب الغرق تم إيجاد مياه بمجرى تنفسها وبالنسبة لحبيبها لي فكان متعرض لأكثر من عشرين طعنة برقبته وصدره وجذعه وظهره أهم شي ظهره لا تنسون هذا الشي وكل هذه الإصابات اللي كانت بجسده نتيجة طعن باستخدام زجاجة الكحول اللي تم إيجادها بالغرفة زجاجة الكحول اللي كانت مكسورة تم استخدامها بطعن جسده واتضح أنه بعد ما تعرض لهذه الطعنات بدأ يسحف اتجاه باب الغرفة فهو كان يسحف لمدة ثلاثة وعشرين دقيقة لغاية وصوله باب الغرفة فتح الباب وانهار أمام باب الغرفة بالممار ومات بس كل هذه الإصابات اللي كان متعرضها بجسده ما كانت إصابات قاتله اللي قتله هو الحاد اللي تعرض له بعد الطعن وبما أنه تعرض للطعن براقبته فما كان باستطاعته أنه هو يصيح فله هذا السبب هذا المقيم كان يسمع صوت الأنين كان صوت الأنين قادم من لي تقارير السموم بجسد لي وجيا أكدت عدم وجود أي مادة قاتله أو ممنوعات وتم نشر بيان رسمي كامل من قبل القنصلية الصينية بأندنوسيا وكتبه تم العثور على حبيبين أثرياء من الصين تعرضوا للقتل وتم نشر التفاصيل وبعدها فجأة شخص مجهول بإحدى المنتديات وهو مواطن أندنوسي نشر صورة للي وجيا قبل وفاتهم بأيام وهم يتناولون عشاء مع أربع أشخاص مهمين وأساسيين بالعملات المشفرة الأشخاص اللي كانوا جالسين مع لي وجيا يتم تسميتهم بالقروش والحيتان لأن هم المسيطرين على العملات المشفرة واللي يأثرون على السياسيين والسلطات عندهم نفوذ مطبيعية وهذا الشخص المجهول كتب أن لي وجيا توجهوا لبالي مو بس حتى يحتفلون بتخرج جيا هم ببالي لعقد صفقة بس واحد من الحيتان اللي كانوا جالسين معاهم حب أنه يسيطر على عملات لي المشفرة وما حب أنه يسوي صفقة معاه فهذا الشخص الملقب بحوت العملات المشفرة استأجر خمس أشخاص بدأوا يراقبون لي وجي لغاية وصولهم إلى الفندق وانتظروهم لغاية نومهم ودخلوا من خلال البالكون أو الشرفة حسب كلام هذا الشخص اللي سرب هذه الأخبار كتب أن الموظفين يعرفون بكل هذه التفاصيل لكن سكتوا لن استلموا رشوة ولهذا السبب هم تأخروا 20 دقيقة لغاية وصولهم إلى الطابق الثاني لحتى يتفقدون الأصوات وبعد دخولهم إلى الغرفة أخذوا جيا وبدأوا يضربوها على رئسها وإيدها وأقدامها لحتى يضغطون على لي ويعطيهم العملات المشفرة لأن العملات المشفرة الخاصة بلي كانت محفوظة بجهاز يشبه الـ USB كانت كل عملات المشفرة عليها وهذا الشخص كان يعرف أن عملات المشفرة للي كانت موجودة بهذا الجهاز فكانوا يضغطون عليه لحتى يأخذون منه هذا الجهاز لكن هو ما تكلم ولا هأعطاهم الجهاز لهذا السبب قتلوه وبعدها بدأوا يضربون لي وبدأوا يطعنوه بعدة أماكن ولهذا السبب تعرض لطعن بظهره وبعدها أخذوا منه الجهاز وهربوا بوقت طلوع الشمس وبهذا الوقت بالضبط الموظفين صعدوا لحتى يتأكدون شو الوضع شنو هذا الصوت وبعدها أخذوا الجهاز وهربوا وكانوا يعتقدون أنه لي مات بسبب هذه الطعنات لكن بالحقيقة لي ممات وبدأ يسحف باتجاه الباب وخراج وكتب أن السلطات الاندونسية راح تغلق التحقيق وراح يتم اتهام لي بأنه هو قتل جيا وقتل نفسه ويأكدون على عدم وجود طرف ثالث بعد أسبوعين بالضبط تم عقد مؤتمر صحفي السلطات الاندونسية طلعت وتكلمت لا يوجد مشتبه به ولا يوجد أي اعتقالات راح يتم إيقاف التحقيق وغلق القضية لي قتلها وقتل نفسه لا يوجد طرف ثالث يعني الشخص اللي طلع وتكلم وكتب منشور كامل بالتفاصيل كانت تفاصيلة حقيقية ويعرف شناللي صار بالإضافة أنه خلال المؤتمر الصحفي نشروا كاميرات المراقبة أنه شوفوا كاميرات المراقبة ولا شخص دخل ولا شخص خراج لأن هذه كاميرات المراقبة كانت موجودة فقط بالممار كانت موجهة اتجاه غرفة لوجية وكان واضح أنه ولا شخص دخل وخراج أكدوا على هذه النقطة شوفوا ولا شخص دخل وخراج خلاص انتهى الموضوع وما تكلموا عن وجود شرفة أو بالكون اللي من الممكن أي شخص يدخل من خلالها لا ما تكلموا عنها حاولوا إخفاء هذا الجزء وبعدها السلطات الاندونوسية نشرت نظريتهم أنه هذه هي نظريتنا خلاص الموضوع انتهى والتحقيق انتهى وكانت نظريتهم أنه لي وجيا صار بينهم خلاف بالفندق الأول لأن تذكرون هم غيروا الفندق فلما كانوا بالفندق الأول صار بينهم خلاف جيا تركت الفندق وتوجهت إلى فندق ثاني بعدها لي لحق بها وتوجه إلى الفندق الثاني وتكلم معاها ودخلوا مع بعض إلى الغرفة وحسب كلام السلطات الاندونوسية أنهم متشاجروا مرة ثانية فلهذا السبب هو خنقها وبعدها سحب رأسها باتجاه حوض الاستحمام وخنقها وبهذا الشكل هي اختنقت وغرقت بعد ما شافها ماتت حسب الندم وبدأ يطعن نفسه عن طريق زجاجة الكحول بدأ يطعن نفسه أكثر من مرة من طريب انه يطعن نفسه برقبته بصدره جذعه وظهره تذكرون؟ وبعدها لما حاس انه راح يموت حاس انه نفسه عزيزة وبدأ يطلب المساعدة فلهذا السبب هو خرج من الغرفة لطلب المساعدة بعض الأشخاص صدقوا تصريحات السلطات الاندونوسية وهذه النظرية اللي كتبوها بص بعض الأشخاص حسوا انه اكو شي خطأ اول شي ماكو اي دافع للقتل ليش من الممكن يقتلها بسبب خلاف؟ شي جدا بسيط بالإضافة انه قبل سفرهم كل أصدقائهم وعوائلهم كانوا داما يتكلمون عن حبهم لبعض ولا مرة لي حاول ان هو يضربها او حاول ان هو يزقلها او حاول ان هو يتصرف اي تصرف خطأ اتجاهها حتى والدة جيا متخيلين؟ طلعت وتكلمت ودافعت عن لي انه لي مستحيل يقتل جيا هو يحبها مستحيل يعمل هذا الشي وإحنا نعرفه او شخص ثالث هو اللي يقتلهم بالإضافة انه جيا كانت بحوض الاستحمام كانت مسترخية هل من الطبيعي اشخاص بينهم مشكلة وخلاف طرف منهم يحاول ان هو يسترخي ويدخل للحمام وبعدها يتعرض للقتل؟ شي مستبعد بالإضافة انه تم ايجاد لي بالممار هو يسحف ويحاول انه ينقذ نفسه بدون ملابس هل شخص يحاول يقتل نفسه عن طريق عشرين طعنه وحتى طعنه بالضخر وطعنه بالرقبة يعني هذه اصعب طريقة ممكن اي شخص يحاول يقتل نفسه بها وهمش انه هو بدون ملابس شخص يحاول يقتل نفسه ينهي حياته بدون ملابس بعدها يخرج يطلب المساعدة وهو بدون ملابس مو معقول يعني هم يهين نفسه وهم انه يقتل نفسه اي شخص من الممكن يحاول يقتل نفسه ما يفكر بهذه الطريقة على الاقل انه هو يلبس ملابس بس مو هو بدون ملابس يقتل نفسه احس الموضوع غريب والاهم اذا هو يحاول ينقذ نفسه ليش ما حاول الاتصال على الموظفين عن طريق الهاتف اللي موجود بالغرفة معناتها كان يوجد شخص يمنع من الاتصال فلهذا السبب هو اغطر يخرج لطلب المساعدة من اي شخص موجود بالممر السلطات الصينية ما عجبهم توضيح السلطات الاندونوسية بدأوا يضغطون عليهم انه شنو السبب الوفاة شنو اللي صار شنو هذه النظرية لا مستحيل كل شي يدل انه نظرية السلطات الاندونوسية وتحقيقهم يحتوي على ثغرات واتضح ان السلطات الاندونوسية كانوا يحاولون اخفاء بعض الادلة وبعض الاشياء المهمة بهذه القضية زجاجة الكحول المكسورة اللي كانت بالغرفة اللي من المفترض هي نفسها زجاجة الكحول اللي استخدمها لي لحتى يطعن نفسه بعد فحصها اتضح ان هي ما كانت تحتوي على اي بصمة لا بصمة لي ولا بصمة جية معنات هالشخص اللي استخدمها كان لابس قفازات يعني شخص الثالث هو اللي قتله وبعدها السلطات الاندونوسية اضافوا شي مهم ان الغرفة اللي كانوا موجودين بيها اللي وجية تحتوي على بالكون او شرفة وهذا الشي ما ذكروا نهائيا بالبداية وقالوا انه من خلال هذه الشرفة او البالكون من الممكن اي شخص يدخلها حسب تقاريرهم لان هي اصلا بالطابق الثاني ما كانت بارتفاع عالي وكانت اصلا مفتوحة بوقت ايجاد جسدهم يعني السلطات الاندونوسية حاولوا انهم يخفون حقيقة وجود مدخل ثاني من الممكن القاتل يدخل يقتلهم ويخرج حاولوا انهم يركزون على باب الغرفة والممر وخلص ويرغضون حقيقة انه شخص من الممكن يدخل من خلال البالكون لكن اللي يفضحهم هو صاحب المنشور اللي اشتهر وبعدها اختفى المنشور تم حثه بالاضافة لكل هذا بعد ايام من الحادث الفندق نظف كل شي وغيروا السجاد وعقموا المكان ومسحوا اي دليل من الممكن في السلطات تحثر عليه اتضح انه قبل وفاة لي كانت والدة لي تستلم اتصالات من اشخاص مجهوليا ويتكلمون معاها انه لي يتناول ممنوعات ويعمل اشياء خطأ فلما تواصلت معا لي قبل يومين من وفاةه تكلم معاها وقال لا تستمعين لأي شخص بعض الاشخاص يحاولون ايذائي وبعد وفاة لي استلمت والدة لي رسائل تهديد من اشخاص مجهوليا وخافت لدرجة انه هي مسافرت الى بالي وحاولت ان هي تستعيد جسد ابنها لان خافت على حياتها وحياة شقيق لي لان من الممكن رح يتم ايذائهم فهي تعرف انه يوجد اشخاص كانوا يحاولون ايذائه وقتلوه ومن الممكن يحاولون ايذائه واذاء شقيقه وبعدها عائلة جيا طلعت وتكلمت انه جيا استلمت رسائل غريبة من لي قبل سفرهم وكتبها اعتني بقططنا واعتني بوالدتي عملت كل شي اقدر عليه بس هم قاسيا اتمنى تعرفين حقيقة العالم بيوم من الايام يعني بالنهاية لي كان يعرفوه متأكد انه الشخص كان يحاول ايذائه وبالنهاية هذا الشخص قتله وبعدها طلعت بعض النظريات هذه النظريات ضعيفة ممشهورة بس اشهر وحدة بيهم على اساس انه لي كان يتعامل مع شركة غسيل اموال واسترق اموالهم وبعدها وضعوا مكافئة على قتله مقابل 14 مليون دولار وقتله وخلاص انتهت القضية بهذا الشكل لا مولي على كل شي هو القاتل هو السبب الفندق استمر بعمل الموظفين مستمرين والحياة مستمرة فانتو كتبولي رأيكم بالنسبة لي اتوقع وجود طرف ثالث اكيد ثالث ورابع وخامس واشخاص اخرين قتلوهم وخرجوا والفندق كان متعاون مع القتله والسلطات متعاونين وخائفين فالموضوع اكبر من انه مجرد قتل مجرد خلاف بين حبيبين وبس هذا كان فيديو اليوم فكتبولي رأيكم بالتعليقات وشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله باي